السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتابي في اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي المنهاج المنقح إذن اليوم عنا تقوم شخصي في الصفحتين الثالثة والرابعة من هذا الكتاب إذن لدينا نص نص تحت عنوان مختارع السيارة ثم أسئلة في القراءة والصرف والتحويل والتراكيب ثم الإملاء إذن نبدأ بالإجابة السؤال الأول السؤال الأول يقول أقرأ العنوان وأعطي مراضف مختارع إذن العنوان تعنا هنا يفضل نص هو مختارع السيارة إذن مراضف مختارع إذن مختارع اخترع الشيء يعني يعني ابتكره أو استكشفه أو استحدثه إذن مراضف هو مستكشف مثلا مستكشف أو مستحدث مستحدث ثم هذه الكلمة موقعها الإعرابي إذن إذا رجعنا للعنوان مختارع السيارة هذه الكلمة وهذا الاسم هو مرفوع إذن سيكون إما مبتدأ أو خبر ولكن هذه الحالة هو خبر لأن المبتدأ محدوف مثلا سنقول هذا مختارع هذا بحال واحد المبتدأ تم محدفه وبالتالي مختارع ستكون خبر لمبتدأ محدوف إذن مختارع خبر لمبتدأ محدوف لأن هذه الكلمة يمكن تكون إما خبر أو مبتدأ يمكنش تكون فاعل المرفوعات هم معروفين كين الفاعل كين مبتدأ كين خبر كين اسمه إنا اسمه كان كين خبروا إنا إذن مادم ما كين شدش إذن إما مبتدأ ولا خبر إذن كيبقى أن هذا الكلمة أو هذا الاسم فهو عبارة عن خبر مبتدأ محدوف السؤال الثاني إعراب السيارة إذن هذا مختارع هي خبر لمبتدأ مرفوع وهو مضاف و هو مضاف إذن هذا السيارة مختارع السيارة فهي مضاف إليه إذن آآ الصيارة مضاف إليه إنه هي اللي عرفت لنا الصيارة هي اللي عرفت لنا المختارع إن السيارة مضاف إليه مجرور إليه مجرور بالقسام الظاهرة على آخر إذن هذا من نسبة السؤال الأول هذا السؤال الثاني أتم خريطة الكلمة إذن هذه كنت تسمى خريطة أن الكلمة هي مصنع هذه الكلمة سنحدده نوعاً إذن هي اسم مكان هي اسم مكان أو اسم ولكن بالضبط فهي عبارة عن اسم مكان مراضفها معمل مصنع بمعنى معمل ضدها مكان مثلاً مكان الهدم إنه ضده ضد الصنع الهدم أو التدمير مكان التدمير أركبها في جملة إذن يلوت المصنع يلوت المصنع البيئة إذن هنا كلمة مصنع حضرناها في جملة السؤال الثالث متى ظهرت أول سيارة إذن إذا نرجع عن النص فلنوجد متى ظهرت أول سيارة إذن ظهرت إلى الوجود سنة سنة ألف وتمانمئة وخمسة وتمان وخمسة وتمانين ألف وتمانمئة وخمسة وتمان وخمسة من اخترعها إذن رزعنا النص مختارعها شاب ألماني يدعى ديملر إذن هذا الشاب الألماني هو الذي اخترعها السيارة إذن مختارعها هو الشاب الألماني ديملر الشاب الألماني الذي يدعى ديملر السؤال الخامس لماذا اضطر أو اضطر المختارع إلى العمل والدراسة في آن واحد أو في الآن نفسه لأنه كان في حاجة إلى المال لأنه كان في حاجة إلى المال لأنه كان في حاجة إلى المال لماذا؟ لإتمام دراسته أو لإكمال دراسته إذن هذا الشيء في النص ما الذي فكر فيه المختارع؟ إذن فكر في اختراع آلة العربات فكر في اختراع آلة تسير العربات سابعاً سابعاً يعني بعد ما تفكر هذا شنولد ماذا تولد عن صناعة الآلة التي بتكرها المختارع؟ إذن تولد عنها تولد عن ذلك إنشاء مصنع صغير إذن بعد هذا الشيء إنشاء مصنع صغير توصل إلى اختراع اختراع آلة تتحرك بالغاز آلة تتحرك بالغاز ثم ثم صنع عربة دات أربع عجلات دات أربع عجلات إذن ثامناً أعرف بديملر من خلال النص إذن من هو ديملر؟ دونك ديملر هو شاب ألماني إذن ديملر هو شاب ألماني استغل في مصنع الأسلحة اشتغل في مصنع الأسلحة درس الهندسة ثم توصل إلى اختراع عربة تتحرك بالغاز ثم في النهاية ثم صنع عربة تتحرك ثم صنع عربة دات أربع عجلات ثم صنع عربة ثم صنع عربة دات أربع عجلات إذن هذا هو ديملر هذه الشخصية تعه تاسعاً أضبطه بالشكل التام ما كتبه في النص يخطي المضغوط إذن ذك شيء مكتوب يخطي المضغوط يعني هو اللي ما مشكوش إذن عندنا هذه الجملة باهرت باهرت إذن هذه ساعة نتساكينة أول سيارة إذن أول سيارة إذن هذه بنسبة الجملة الجملة الثانية فاشتغل فاشتغل في مصنعه مصنعه مديراً فنياً فنياً وَفَكَّرَ اشتغل وَفَكَّرَ إذن هنا يعننا العطف إذن نقوله اشتغل وَفَكَّرَ في اختراع آلة تسير العربات العربات إذن يعننا العطف الثانية واحدة الجملة وَكَانَ اختِرَاعُهُ إذن هذا اسمه كان وهذا مضاف إليها ضمير متصص هذا اختراعه هذا بدء هذا خبره كان وبالتالي سيكون منصوب التي تملأ تملأ عالم اليومي عالم تملأ الفاعل ضمير مستثير تقديره هو إذن هذا سيكون مفعل به عالم اليومي اليومي هو مضاف إليه إذن هذا بنسبة كل ما يتعلق بالقراءة إذن ننتقل إلى أسئلة المتعلقة بالصف والسؤال الأول إيتي بثلاثة أفعال من كل نوع من أنواع الفئة الصحيح إذن أنواع الفئة الصحيح هي ثلاثة إذن عندنا الفئة الصحيح المموز وعندنا الفئة الصحيح السالم وعندنا الفئة الصحيح المضاع إذن هم ثلاثة الأنواع نجيب منهم ثلاثة الأفعال لكل نوع إذن سنأخذ المهموز المهموز الأول مثلا أخذا ثم مهموز الوسط ساءلا ثم مهموز الآخر هذا بالنسبة للسالم يعني سالم من الهمز وسالم من التضعيف إذن وسالم من حروف العلة إذن مثلا صفحة جمعة نصح إذن هذه أفعال كلها خالية من التضعيف إذن سالمة المضاعف إذن كان لدينا في التضعيف إذن مد رد ثم شد إذن هذه أفعال المضاعفة السؤال الثاني أقطر كل فعل معتلي إذن الفعل المعتل هو الذي أحد حروفه حرف علة أو حرفين إذن جارا هو معتل الآخر إذن هذا حرف علة هذا فعل معتل وعد معتل الأول إذن كذلك هذا فعل معتل ساءلا ليس بالمعتل إذن كل حروفه ليس حرف علة ساعة حرفه الآخر حرف علة إذن هذا فعل معتل أكلا ليس بفعل معتل وإنما صحح مهموز سؤال الثالث أحول الأفعال الناقصة من الماضي إلى المضارع إذن هذا إذا بغينا نحول المضارع نقول يهدي علش قلنا يهدي لأنه هنا أليف مقصورة إذن في المضارع كنت أليف مدودة نقول يهدو جال يجول وعد يعد نوا ينوي إذن هذا الأليف مقصورة أصبحت سياء دانا لدينا أليف مدودة إذن ستحول وو إذن نقول يدنو رابعا أحول إلى الماضي يقوم إذن الماضي ليقوم قام قام الولد فحكا 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 حكاية 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 المخترع حكاية المخترع لأصدقائه إذن الذي تغير هنا تغير قام وحكا إننا نحن نحول الماضي إن الأفعالي التي ستفغير الجملة الخامسة وحولوا إلى المثنى ثم الجمع إذن سنحول المثنى المثنى سنقول المخترعان المخترعان والمخترعتان والمخترعتان يحترمون لماذا يحترمون لأننا هنا جوج وهنا جوج والمجموعة أربعة إذن سنقول يحترمون وإحنا نغلب الضكور على الإنس إذن سنقول يخترعون قانون المنى فسد هذا بالنسبة المثنى بالنسبة الجمع بالنسبة الجمع المخترعون إذن جمع مذكر سالم والمخترعات إذن هنا سنقول يحترمون لأن وجود المذكر يحترمون قانون المنافسة إذن هذا كل ما يسعل لقب صفحة ثالثة ننتقل إلى صفحة أربعة في موضوع التركي السؤال الأول أدرجوا جملة كل جملة في تفصيمه استيقظ المخترع متحمسا أقبل المبتكر من شريحا وصل المخترع مسريحا إذن هذو كلهم كيمتلوا لنا حال لأننا سنقول كيف استيقظ المخترع متحمسا إذن استيقظ فعلا إذن تقريبا عندنا نفس الجملة في استيقظ المخترع فاعل كيف استيقظ متحمسا ثم الجملة الثانية أقبل المبتكر من شريحا وصل يقول فعل ماض المخترع مسريحا إذن هنا تقريبا هذه كلها أحوال مفردة السؤال الثاني أعريب الجملتين إذن الجملة الأولى جاء جاء هنا لدينا هذا فعل إذن فعل ماض فعل ماض ماض مبني على الفتح الميكاني تي يو إذن هذا مرفوع إذن يقدر يكون المرفوع أسحنا كنا نعرف كين فاعي كين مبتداء خضر إذن هنا في هذه الحالة فاعل إذن فاعل مرفوع وما هي علمة صرفعه؟ هي علمة ظاهرة هي الضمة مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره أو بطريقة أخرى كين نقول فاعل مرفوع وعلى مصرفعه الضمة ضاحكا إذن هنا كيف جاء الميكانيكي ضاحكا إذن هذه حال حال مفردة منصوب منصوبة بالفتحة والصور الضاهرة إننا حركة وهو ضاهرة على آخره العمال إذن هنا العمال هذا اسم المرفوع إذن غادي يكون فاعل ولا يكون مبتدأ ولا خبر إذن فهذه الحالة غايكون مبتدأ لأننا ما عمناش الفعل لأن المرفوع أسكن عناهما هدو إذن هذا قد يكون مبتدأ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره جميع جميع إذن هنا هذا مرفوع وهذا مرفوع إذن هذا توكيد توكيد معنوي مرفوع لأن التوكيد من التوابع كي يتبع المؤكد منه المؤكد هو العمال مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف وهو مضاف لأن هدهم ضمير متصل متصل بماذا؟ متصل بجميع في محل جرين في محل جرين مضاف إليه متعاونونة إذن هنا يمكننا أن نقول العمال متعاونونة إذن هذا خبر خبر مرفوع باش بالواو لأنه جمع مذكر سالم إذن خبر مرفوع إذن مرفوعات كين الخبر كين مبتدأ كين الفاعل كين التوابع إذن هذا بطبيعة الحال هذا الحال هو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره سؤال الثالث أسطر تحت التوكيد في الجمال التالية إذن هنا التوكيد هو الذي يؤكد المؤكد منه إذن حييت المخترعة الفنانة إذن المخترعة الفنانة هنا يا هذا الفنانة بدل أولا قدر نقول نعت إذن في هذا الحال كانت أعتقد بأنه بدل إذن هذا ليس بتوكيد ساهم العمال جميعهم جميع إذن جميع هو توكيد معنوي في تنظيف الورشة المبتكران المبتكرتان كلتاهما كلتا إذن كلتا هو هو التوكيد المعنوي للمبتكرتان إذن هذه مرفوعة بالآلف لأنها متنحة هذه جميع مرفوعة لكون قلنا المبتكرتين كلتا هو لأن التوكيد يتبع المؤكد منه في إعرابه الولد مارضة عينه إذن عينه هنا يا هنا فاعل إذا نريد أن نقول مارضة عينه الولدي إذن عينه هنا فاعل لا تؤكد شيئا لا تؤكد شيئا لكون قلنا مارضة مارضة ربما هضروع العين دي الولد ممكن ولكن هنا طابت نفسه كذلك نفسه هو فاعل وبالتالي ليس بتوكيد إذن التوكيد هنا يعني جوزة توكيدة فقط إذن ننتقل إلى الإملاء السؤال الأول أتم الكلمات بالهمزة المناسبة إذن هنا إما همزة قطع أو همزة وصل همزة قطع أو وصل ولكن في أول الكلمة إما كتكون عندها الكسرة أو لا الضمة أو لا الفتحة إذن هذه في بداية الكلام لأن هذه الكلمة في بداية الكلام إذن نضر إمرأته هنا همزة وصل لماذا؟ لأننا قدروا نقول وكتبي لم تنطق فاكتبي لم تنطق إذن همزة وصل ليست قطع فاكتبي لم تنطق فاكتبي لم تنطق فاكتبي لم تنطق إذن همزة وصل ليست قطع إذن ثانيا أكملوا بي بنو أو ابنو إذن فقاش كنديرو هادي هنا فاش كيكون عندنا جوج الأسماء جوج أشخاص وهنا فاش كيكون عندنا في بداية الكلام أو لا الحل دبهنا ابنو بطوطة إذن هنا غتكون غتكون بهك ابنو بما أنها في بداية الكلام لاحب إذن هادي بدينها هك خالد بنو الوالد إذن هنا عنا جوج أسماء إذن غتكون بدون ألف خالد بنو الول علي بنو أبي طالب إذن بدون ألف زارنا ابن عمي هنا يغن ديروا صاه إن هادي مجيش في البداية يغن قولوا زارنا ابن عمي إذن هنغس نفرقوا بين هادي ونفرقوا بين هادي هادي همزة وصل في البداية وهادي همزة وصل في الوسط هادي لم تكتب همزة الوصل لماذا؟ لأنها جتبين جوج جوج أسماء وعالم إذن هادي الشيش فينا في السنة الخامسة ابتدائي إذن هذا كل من يتعلق بهذه الحصة حول تقويم تشخيصي في كتابي للغة العربية للسنة السادسة ابتدائي الكتاب المنقح ترجمة نانسي قنقر